معنا من كابل السحفي محب الله شريف أهلا بك معنا سيد محب الله على سكاينيوز عربية سنبدأ بداية من مسألة تصفية الطيارين الأفغان وهو بطبيعة الحل ما أعلنت عنه طالبان بأنها استحدثت برنامج لاستهداف واختيال الطيارين الأفغان في القوات الجوية وهو مسعى لضرب القوات الأفغانية في العمق وليد راع الحكومة الأفغانية هذه حقيقة وهذا البرنامج كان مطبق قبل انسحاب القوات الأمريكية لأن هناك طيارين لقوا مسرعهم في اغتيالات مبهمة داخل العاصمة الأفغانية كابل وكذلك في المدن الكبرى لأنهم كانوا مستهدفون من البداية بواسطة عملية منظمة فهذه الخطة تستهدف أصلا القوة الحقيقية للقوات الجوية وهي غطاء جوي وقوة تفوق قوة حركة طالبان فحركة طالبان حسب ما أعتقد تريد أن توجه ضربة لهذه القوة حتى لا تكون القوات المشات للقوات الأفغانية قادرة في مواجهة حركة طالبان بعدما تنصح بالقوات الأجنبية وغطاءهم للقوات الأفغانية غطاء جويا هذا هو الأمر المهم الآن ولكن سيد محب الله أيضا ضربة مزدوجة فبالإضافة إلى الضرر المعنوي للقوات الجوية والقوات الأفغانية والحكومة هي أيضا تضرب بشكل من الأشكال على رهان الولايات المتحدة في الغطاء الجوي وفي التدريبات التي استثمرت فيها طوال السنوات العشرين الماضية في أفغانستان هؤلاء الطيارين أخذهم لربما سنوات من التدريب ولا يعوضون بسهولة هذه هي أكبر نقطة قلق حسب ما أعتقد للقوات الأفغانية وقيادتها في وزارة الدفاع وفي نفس الوقت للحكومة الأفغانية ولحكومة الولايات المتحدة الأمريكية وقواتها الجوية التي سوف تكون حسب ما أعتقد جاهزة لتوغل في العملية عندما عجزت قوات الجوية الأفغانية وهذه المسؤولية مباشرة بعد عجز القوات الجوية الأفغانية سوف تنتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهذا سبب قلق للولايات المتحدة الأمريكية والنقطة أخرى إضافة لهذه النقاط أنها تربية وتدريب هؤلاء التيارين خارج البلاد أخذ وقتا كبيرا وفي نفس الوقت هناك مبالغ كبيرة صرفت عليهم ونقلهم إلى أفغانستان ومعلوماتهم مع الأراضي هذه كذلك لا تنقل إلى البقية أو الجدد بهذه السهولة هذه الأموال التي صرفت على التدريب وعلى الدعم اللوجستي لم يكن بمقدور الأشهزة الأمنية أو القوات الأفغانية يعني في اليوم أيضا انتقادات للقوات الأفغانية في وضع منظومة معينة تحمي هؤلاء الطيارين هذا هو أكبر سؤال نحن سألنا وزارة الدفاع مباشرة قلنا لو كنتم تعرفون أن هؤلاء الطيارين لهم أهمية كبرى فلماذا ترك هكذا أن يمروا في شوارع ويستهدفوا خلال عمليات منظمة لماذا لم تقوموا على الأقل بحماية فوق الاعتيادية لهم وعدم تركهم في المجالات العامة وكذلك حماية مستمرة لهم وخطة خاصة أمنية تجهز لهم من قبل وزارة الدفاع لم نجد هناك جوابا واقعيا ويستطيع أن يجيب من ضمير حي ومن فنية عسكرية حقيقية أو المهنة العسكرية الحقيقية التي هي تواجه أكبر مشاكل في أفغانستان اليوم تحدثنا بطبيعة الحال عن تعويل الولايات المتحدة على دور القوات وقدرة القوات الأفغانية في الحفاظ أقله على المكتسبات الحالية حتى في مشاكل مطروحة بالنسبة لشركات الصيانة ومخاوفها وانسحابها من المشهد وعدم إمكانية أيضا القوات الأفغانية بصيانة الطائرات المقاتلة والحربية والتمدد الذي نشهده حاليا قبل انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان فإلى أي مدى ذلك سيصعب عملية الحكومة ويسرع من مسألة سقوط المزيد من المحافظات بيد طاليبان وتحديدا أيضا كابل العاصمة بعد السيناريو الذي شرحته نعم كما تفضلت هذا السؤال هو أهم سؤال ونحن على أرض الواقع لا نرى أي مؤسسات أو منظمات دولية لسيانة الطائرات الحربية ولا تجهيزها لإقلاع ثاني ولا هناك اختبارات ولا قوائم فنية تعمل عليها في هذا المجال فكل هذا سوف يكون أولا عبء على القوات الأفغانية هنا مباشرة في أفغانستان وبعد ذلك هذا العبء سوف ينتقل إلى القوات الدولية لأن انسحاب القوات الدولية قد انسحبت معها تلك المنظمات وتلك الجهات والمؤسسات الخاصة التي كانت تعمل بصورة مهنية في نفس المجال اليوم سيد محبو الله يعني عدد كبير من الأطراف لنقل الإقليمية والدولية تحاول التوسط وعرض نفسها كوسيط في مسألة المحادثات أو المشاورات ما بين الطرفين طرفين النزاع من الصين إلى إيران وغيرها ما فرص وحضوظ فعليا هذه الوسطات وبالتحديد وخاصة مع الواقع الميداني والعسكري الحالي أنا أعتقد كلما يعني تفرقت وتنوعد وتعددت الجهات التي تريد أن تتوسط هذا ما يخوفني لماذا؟ لأن كلما كثر الجزارون يعني نرجع إلى أن الضبيحة سوف تكون غير الضبيحة التي سوف تكون حلالة لكي نأكلها أنا أخاف بأن الهدف سوف يتشتت والكل سوف يجري وراء مصالحه وهذا الأمر سوف يخرب على الأفغان على الأقل الرجوع والمسار إلى تصوية سياسية حقيقية بين حكومة كابل وبين حركة طالبان وهذا الأمر سوف يقلقنا وسوف تكون نقطة التي سوف تخوفنا لنا أمثلة كثيرة في الماضي لما كثر الأطراف التي كانت تريد التوسط بين الطرفين نحن هزمنا ولم نستطيع أن نصل إلى الهدف كما يريده الشعب الأفغاني وحالتنا الحقيقية في أفغانستان حاليا أشكرك على هذه المداخلة من كابل الصحفي محب الله شريف شكرا لك شكرا لك